اصحاب الكهف مجموعة مسلحة وليدت مؤخرا بيرقها يحمل صورتين الامام الخميني والمرشد الايراني الاعلى علي خامنئي وشعارها الدعوة الى المقاومة الاسلامية في العراق واذ يحار المرء في تفسير الكهف المقصود الذي كانت فيه تلك المجموعة ثم خرجت على الملأ توزع على الرأي العام بيانات من خير الخشية من المحرمات ولا اي التفات للمساءلة القانونية ولم تخلو جميع بياناتها تقريبا من عبارات التهديد والوعيد اخر ما تبنت تلك المجموعة استهداف رتل يحمل مواد لوجستية تعود للقوات الامريكية على الطريق الدولي السريع عند تقاطع البطحة غربيا ناصرية وقبلها تبنت استهداف رتل بين مدينتي الديوانية والسماوة مكونا من ثلاث شاحنات تحمل عجلات ومواد لوجستية قبل وصولها الى احدى القواعد الامريكية وبعد اربعة ايام من ذلك الحادث تبنت مجموعة اصحاب الكهف عملية استهداف رتل اخر بعبوات ناسفة يعود لشركة امنية ويحمل معدات للقوات الامريكية في منطقة كاشيفة قرب سامراء بصلاح الدين وجل تلك البيانات والتصريحات المدوية جوبهت امريكيا بالنفي من قبل البنتاجون في حين التزمت السلطات العراقية الصمت ليس لتلك العمليات وخروجها كذام جميع اذا غير تحليل سياسي واحد سوى انها عمليات لتشتيت الانظار واحداث زعزعة تؤدي الى فتح جبهات عدة امام الحكومة العراقية في اشهرها الاولى ولعرقلة عملية الاصلاح ومنع الصولات الميدانية ضد الفساد